اشتركوا في القناة بشكل جدا جميل بنسبة 134% طبعا لي تابعنا اول مرية مرحبا بك هذه قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات ونحط صفقات ايضا وعندنا ختمة دارة الحساب اللي يتميز فيها كل التميز اللي يخلل لدارة الحساب وعندنا بخلاف ذلك قناة الكتاب والعملات الاستثمارية طبعا لو نشوف حطيكم عملة ايردروب عملة مجانية مجرد الضغط على رابط هذا في قناة تليجرام راح تدخل وتحصل العملة المجانية طبعا ما نعرف سعرها كان بيكون ممكن تدخل وتكون من العملات الكبيرة القادمة في مجال اللي كربتو المهم طبعا لو نشوف هذا شرط عملتنا في عملة لون كلاسيك لونك كنا حطينا صفقة فيما مضى في الايام اللي فاتت في الفيديو السابق اذكر حطينا صفقة الدخول هنا العملة حققت تقريبا من بعد وحطينا الصفقة تقريبا 40% حققت ارتفاع 40% لو كنت داخل ب1000 دولار كان طلعت ب400 دولار على الجن يعني ما شاء الله شي طيب لنشوف الفيديو السابق لما كنا نقول ان الدخول جيد الدخول الان جيد في الصفقة هذي اللي هي في عملة اللي هي لونكلاسيك على السعر الحالي طبعا بدون ستو بلوز في كل قاة نعزز 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 من العملات اللي صراحة ممتازة ممتازة جدا 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 طبعا مش نصيحة استثمارية كل من قدمهني عبارة عن وجهة النظر فتقريبا نفس سعر الدخول 0.4069 تقريبا 645 نفس السعر نفس السعر تقريبا والعملة عطتنا ارتفاع جيد فلله الحمد اللي دخلوا يستهلون المهم فشو نظرته للعملة العملة حاليا اللوني نشوف نقول العملة الآن اخترقت 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 الهبطني نفس شيء بقينه واحد بعد ذلك عطتنا بوليوم حلو اغلقت فوق المقاومة اللي موجودة هنا طبعا في مقاومة اغلقت فوقها اغلق يومي ممتاز وايضا اغلقت فوق الاغلاق اللي هو المتوسط الوسي 50 على فريم اليوم وخلاف ذلك اخترقت المقاومة اللي على سعر تقريبا 0.4091 نزيد شو نحتاج الآن حتى العملة تصعد نحتاج ان نتغلق فوق هذه المقاومة اللي هي 0.409 اذا قدرنا نغلق اغلاق يومي فوق هذا السعر يعني لان لو نشوف اهني لنا العملة مجرد ما خسرت هذا السعر صار هبوط فلذلك نحتاج ان العملة ترجع فوق هذا السعر حيث ان تستكمل الصعود طبعا نتوقع ان مجرد ما تستكمل الصعود وبترجع احين هذا انا شوف عادة اختبار بس مهم جدا انا بالنسبة لي ان تغلق فوق المقاومة الخط الاصفر اذا اغلقت اليوم بيصير هذا هاي المقاومة بصير دعم فبيصير انطلاق طبعا بتواجه على طول متوسط الوسي بيكون تقريبا على هذه المستويات 0.01 تقريبا على هذه المستويات ايضا نحتاج الاختراق والاغلاق ويعدت اختبار وبنتوجه للمقاومة الاعند نوعا ما على 0.02 طبعا من هنا ممكن بعد ذاك شوف حركة عرضية او حتى ممكن يشوفوا بوط وترجع لعملة الصعود هنا تقريبا تقريبا بتكون العملة عطتنا نموذج الكتفين والرأس المقلوبين وهي الحالة انا ما استبعد ان العملة تعطينا نموذج الكتفين والرأس المقلوبين لان هذا نقدر نقول هذا الكتف ايسر رأس ممكن يكون فيه كتف اي ممار ثانية وتستكمل الصعود ممكن نشوف هذا النموذج انا ارشح هذا النموذج صراحة بشكل كبير لكن كل هذا رح يبين خلال الايام القادمة بس طبعا عشان النموذج هذا يتحقق نحتاج ان العملة على الاقل توصل لسعر 0.5012 بعد ما توصل هذا السعر بترتد ممكن تنزل شوي تصعد بتسيعت اختبار عنك يعني انا هذه النظرة الافضل او الاكبر او الاقرب اللي اشوفها في عملة اللي هي سيارة كلاسك لونة كلاسك طبعا الاهداف هي نفسها اللي كنا مكلمين عنها في الفيديو السابق ايضا يعني انا بنسبة لي اهداف العملة هي نفسها يعني هني عطتنا نموذج الكوب العروة يعني هذا كوب هذه عروة لكن فشلت في الاختراق ويعادت الاختبار هني صار هبوط لان السوق نزل فنزلت فانا بنسبة لي هذا جدا عادي وممكن العملة ترجع تسوي اللي هو حين بترجع تصعد مرة ثانية بتحاول تخترق اللي ترند لان نتكام على نموذج الاسبوع بتخترق المقاومة هني اذا غلقت فوق المقاومة بتسادف هذا السعر اللي هو السعر 0.05 بعد ذلك 0.06 طبعا بالنسبة لي اذا قدرت تغلق فوق هذا السعر 0.06 6 6.5 تقريبا راح تعطينا العملة انفجار جدا جدا كبير ولا ننسى ان هذه العملة كثر ما زاد التداول فيها كثر ما زاد الحرق يعني العملة هذه الحرق فيها شغال بس على التداول فهذه نظرتي العملة بس في حال ان العملة غلقت تحت الدعم اللي هو سعر 0.409 ممكن شوف العملة تنزل مرة ثانية للدعم هنا للسعر 0.4082 ما قدرت ترتد بتستكمل الصعود ما قدرت ترتد من سعر اللي هو 0.4082 حتى ممكن ترجعت تنزل مرة أخرى لسعر اللي هو 0.407 2 تقريبا شدينكم خلصنا يعطيكم العافية مفجي خير